اهلا بكم حالة جديدة النهار ده وفيديو جديد النهار ده هنتكلم عن موضوع انا بحبه جدا ودائما زي ما انتعرفين الموضوع ده من اكتر مواضيع اللي بتشديني في الكلام هو موضوع علم الطاقة هنتكلم عن ازاي تقدر تفعل قانون الجذب في حياتك وتقدر تكذب كل حاجة نفسك فيها كل حاجة بمعنى كلمة كل حاجة لو عايز تكذب فلوس عايز تكذب بيت عايز تكذب شخص تحبه عايز تكذب نجاحة عايز تكذب وظيفة عايز تكذب صدقات فالنهار ده هنتكلم عن ازاي نقدر نفعل قانون الجذب في حياتنا مش عارف يا جماعة جاو هندو كاميرس ازاي بس انا مش قادر اقولوك وان انا انا فكر كتير وانا بديس راجعة من بره اعمل فيديو ولا اروح اغير هدومي وانزل تخت البطنية فحكولي كده اخبار اللي جاوا معاكم ايه في الاول طيب انا كتبت كده زي سامري قدامي فهستأذنكم طبعا انا اقرأ من الحاجات اللي قدامي الناس كتير بتبعاتي تقولولي احنا مش بننجح في قانون الجذب وبنفشل ومش الموضوع مش شغال لو انت حطيك تويد مالك ان انت مش هتنجح من الموضوع صعب الموضوع هيبقى صعب فلازم تبقى انت حاطت ان هي حاجة وان انت تقدر تحقق كل حاجة نفسك فيها لان مفيش حد في الدنيا ماقدرش يعمل قانون الجذب اي كائن حايل انا سألتوا السؤال ده هل ممكن ناسب عندهم قدرة على ان هما يجذبوا حاجات وناس تانية لأ لا انا بشوف كل الناس عندهم القدرة دي او اللي هو الاقتهاد وان انت دايما تستمر على الموضوع وتقدر تحقق ده طيب ايه بقى اللي انت تقدر تعمله عشان تفعل قانون الجذب في حياتك رقم واحد يعني لازم تعيد صياغ كلماتك يعني تعيد صياغ كلماتك يعني استخدم دايما الكلمات الايجابية استخدم دايما الكلمات اللي هي بتقول انا هقدر انا اعرف يعني ما تقولش مثلا كلمة مستحيل no way ما اقدرش مش هاعرف يعني كل كلماتك خليها كلمات يعني هي ماشية في اتجاه حلمك او اتجاه هدفك او اتجاه امنيتك يعني انا اقدر انا هنجح انا ناجح يعني خلي كل توكيدات او كلامك يبقى كلام ايجابل ان زي ما اتفقنا في مواضيع قبل كده اللي كلمنا فيها ان كل الحاجة لها طاقة اي كلمة حتى انت بتقولها لها طاقة فبالتالي خلي طاقات كلماتك هي طاقات قريبة للهدف او الامنية او الحاجة اللي نفسك تتحققها اوكي فدي نقطة مهمة جدا جدا يعني دايما هنستخدم الكلمات ايجابية دايما هنستخدم الكلمات يعني اي كلمة سلبية بتستخدمها في حياتك الغيها يعني مثلا مقدرش ومعرفش مستحيل مستحيل دي نعايزة تتلغي بجد ولا هاصل يبقى رقم واحد ان احنا نعيد صياغة كلمات رقم اتنين هو ان انت تعيد تشكيل مشاعرك يعني ايه يعني خلي مشاعرك ايجابية نحية الموجات بتاعتك والتردودات بتاعت مشاعرك تبقى هي نفس موجات وتردودات الهدف يعني تبقى حاسس ان انت قريدي حققت الكلام ده حاسس بالحي زي مثلا لو انا عايز اجذب شريك حياة معين او شخص perfect match معايا يعني احسه احسه بجد يعني اخلي مشاعري احساسي بيه كأنه حقيقة كأن الشخص ده معايا كأن انا بحبه وبيحبني حتى ترى هو اصلا ما تكلمش معايا قبل كده فدايما لازم مشاعري واحساسي تكون مشاعر ايجابية نحية الهدف بتاعتي ومشاعر يعني فيه تشابه ما بينها وما بين الهدف بتاعي الموجات او التردد بتاعت المشاعر والاحساس بتاعي تبقى قريبة من موجات وتردد الهدف بتاعي دي برضو نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة تالت حاجة ان انت لازم تكون محدد رغبتك ونيتك وهدفك مشكلة ناس كتير جدا في حياتنا ان هم مش محددين اصلا نيتهم معندهمش نية معندهمش هدف معندهمش رغبة معندهمش يعني هم مفيش حاجة قدامهم فبالتالي نومبر وان انا بشوفه كمان قاعدة رقم واحد انت لازم يكون عندك هدف محدد وواضح قدامك يعني هدفك او امنيتك او حلمك تبقى شايفه قدامك يبقى واضح علشان تقدر تتخيله صح علشان تقدر تحس بيه صح لانهم لو مش واضح وانت مش قادرة تتخيله هتفشل فيه صح ولا لا قلولي الكلام ده مظبوط انا مش مظبوط فمهم جدا جدا ان هدفك وان رغبتك لازم تكون انت محدد الامنية بتاعتك او الهدف بتاعك او الرغبة بتاعتك لازم كل مشاعرك تكون مشاعر ايجابية يبقى تانية علشان انا افعل قانون الجذب وان انا اقدر اجذب كل حاجة خطو 60 خط تحت كل حاجة في حياتي يبقى انا لازم ابقى محددة هدفي محددة نيتي محددة رغبتي محددة قمنيتي الموضوع واضح الفكرة واضحة في دماغي كلماتي كلها تكون ايجابية نحية الهدف مشاعري واحساسي كل حاجة بتسابورت الهدف ده اوكي لو انت مستخدمتش مشاعرك واحساسك قانون الجذب هيشل للناس كتير جدا ممكن يقولولي احنا مش بنحس لأ ما انت لازم تحس يعني انا عايز اتجوز حد معين لازم احس بمشاعر وطاقة اللي ما اجا فكر فيه انا عايز انجح لازم احس بطاقة النجاح مشاعرك دي عامل قوي جدا جدا لان انت توصل لانت عايزة طيب قاعدة رقم اربعة هو ان انت تدوق افورت يعني انت فاكر بقى ان انت هتقعد تعمل الوف اتراكشن وانت قاعد كده في الصلاة في بيتكو حاطت رجل على الرجل بتسموك مثلا او عمال بتدخل لأ طبعا انت لازم تدوق افورت او تعمل مجهود او ان انت بتدي انتباهك ومجهودك نحية الرغبة تخلي يعني تقوي الرغبة بتاعتك يعني انت بتعمل مجهود عشان تحقق الرغبة دي انا بسلا عايز اشتغل يعني كابين كرونيس اصلي مضيف الطيران طب انا بقى هاو دعمل وتخيل ان انا طيرة وتخيل ان انا في الطيارة وان انا بسافر وكل ده وانا اصلا مبقدمش لا ايه انت لازم تبقى بتدوق افورتو بتعمل مجهود علشان توصل للهدف بتاك محدش يجي يقول لي طبعا انت لما بتستخدم الحاجات دي صح المجهودك بيقل كل ما ترددك او موجاتك او زبزباتك وزبزبات مشاعرك وزبزبات الافكارك وزبزبات كلماتك الرابط من دب دباتر هدف بتاعتك او الفكرة بتاعتك او الامنية بتاعتك كل ما مجهودك هائل مش فيه ناس كده يا جماعة هسا هم مش بيعملوا مجهود كبير جدا بس بيصالوا هم عايزينوا لان هم بيفنكوا صح بيفكروا صح بيستخدموا الاموشنز تاعتهم صح فبالتالي مش هيطروا يبزروا مجهود اما فيه حد ممكن يوصل لهدفه من غير من غير ما يعمل مجهود لا مفيش حاجة بيحصل كده بيحس حصن التوفيق من ربنا لما انت بيبقى عندك حصن الظن في ربنا حصن الظن في الله يا جماعة بيساوي قانون الجذب يلا بقى عايزة الناس اللي بتاعتك تعمل فيديوهات عليها يستخدموا الكلمات يلا انا فيه ولد كده سخيف جدا يا جماعة لقيتوا عامل علي فيديو بس هو قليل ادب بصراحة يعني انا بس بحب بحب اكبر دماغي من الهيترز زولت او عداء النجاح لقيتوا وانا بهذر واحد الكلام اللي انا بهذر فيه وحطوا بتفرجوا ولك تفرجوا على الناس بتاعت اللوء اوف اتراكشن لا يعني انت كده واحد مخادة وقليل ادب فانا مش يلا يعني ام كدنج يا جماعة وما يكون بهذر في وسط الكلام وتيجي تعملي فيديو تستخدم فيه بسك حاجات اللي بهذر فيها يبقى انت مش محترم وانا مش هاشهرك ولا هقول اسمك كمين طيب قاعدة رقم خمسة ان انت تتحدث عن الامنية بتاعتك تخيل بقى تخيل دي خطوا تحتها 900 الف خط imagine صفوا لكم clear your minds كده وتخيلوا تخيلوا رغباتكم تخيلوا امنيتكم تخيلوا امنيكم تخيلوا احلامكم تصورها كانها حقيقة عشها عشها كانها حقيقة فيه ابراج شطرة جدا على فكرة في موضوع التخيل والimagination زي مثلا ميزان زي عزراء زي الدلو زي كانسر فيه ابراج شطرة جدا كل ما يبقى خيالك خصب ومشاعرك بتصبورت خيالك كل ما انت بتفعل قانون الجذب اكتر واكتر يبقى لازم تتكلم عن امنيتك تتحدث عنها تقولها كتير تكتبها احط صور اقول لقع لحاجة يا جماعة انا فيه فيلا معينة يعني نيوسة اشتريها ان شاء الله بإذن الله ربنا وفقني واشتريها غالية جدا يعني انا ما عايش فلوسها دلوقتي اقول لكم عملت ايه انا لو ينفع انا حطها البصور بالموبايل اعتخدت سكرينشوت كتيرة جدا من الجاردن ومن الفيلا وحطها قدام بحسنا كل شوية وفكر نفسي فيها وفكر عقل البطن فيها بتخيل نفسي عايشة فيها حطوا صور يعني لو انت بتحب واحدة بجد او معجب ببنته وعندك الفيسبوك بتاعها اخد سكرينشوت منها احط سكرينشوت من الفيلا نفسك فيها مورسيدس اللي نفسك تركبها البي ام ولا لا بس اي لايك مورسيدس مور يعني يبقى انت اخد صورة كده وخطها قدامك وفكر نفسك بيها على طول على طول على طول طيب تانكي يا جماعة الكلام الحلو اللي بشوفه في اللايب بجد يعني الكلام الحلو ده بيديني support والدعم وشكرا الناس بتقولي ان انا دهنا يا جماعة والله يعني مش قادر اقول لك انا رجع من بره و بتعبينة فتانكي لكل الكلام الحلو ده يعني والsupport الحلو جدا انا طبعا بعتزر علشان كل مخارج حروفي مضروبة علشان عاملة سورجري في سناني فالسين ضاعة عندي و كده طيب نرجع بقى لابقى انت لازم تتخيل عايز هي عمر هو عمر عايز قوللكو حاجة الجماعة تفضالي توتفن اي جايز انا سنقوم بيديو فيديو 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 في يوتيوب سنقوم بيديو فيديو حسنا سيناس ل 1942 ولكن قد ان نعطان اوه يجب سنقوم لزيور تبصيب انه عمامي اي اوه عمار عمار أتو كن اوه اوه انا سنقتره مان لنقتره عمار اه طيب انت لازم تميجن لازم تتخيل لازم تخلي ما شعرك مرتبط ايب انا هتصور هتخيل هستخدم مي ثوتس وافكاري ان انا ايماجن تخيل تخيل اهوضل اقول لكو بس كل يوم وعمل لكو فيديو اقول لكو تخيل 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 فتخيلوا كتير الحاجة اللي انت عايزونها حتى لو شايفينها حاجة صعبة انا ما بحبش كلمة مستحيل ما بحبش كلمة صعبة جدا انا مقتنع ما فيش حاجة في الدنيا اسمها مستحيل يا جماعة ثم لازم مشاعرك وافكارك وكلماتك يعني تبقى بتصبورت الرغبة بتاعتك اللي هي very clear اللي انت عارفها وشايفها يعني انا مثلا عايز اشتغل في شغلانة محددة انا عاكفاهم ان انا نستشتغل في شغلانة دي محدد الموضوع 一旦 busto clear قدامي طيب رقم قعد رقم 6 لازم ان انت ذلك تتحرر من الموضوع دا الفكتع الوقت بالحاجة دي ما تتعلقش في الكلامıp تتعلق بالحاجة اور تبقى مرتبط بيها قوي يعني Law of Attraction بيشش معاةك personalisation ضربتها dessus لسه ما حصلتش ليه طب ايه لأ انت اعمل كل ده وخلاص بقى فكك منها دايما الحاجة اللي انت بتبقى متعلق بيها قوي مش بتوصل لها فشيلها من دماغك فك تعلقك بيها اتحرر من التعلق بالحاجة دي ولازم كمان ان انت دي قاعدة رقم 7 ان انت تتشيل اي شك او اي حاجة بتخليك مش حاسس ان انت هتقدر توصل للهدف او الرغبة بتاعتك انت لازم تحارب الشك او السلبية او لازم اي شك يجيلك في قدرتك على تحقيق الرغبة ده او الشك المولود جواك يعني لازم تفايته لازم تحاربه اي سلبية لازم تحاربها قاعدة رقم ساعة او 8 يعني هما 8 جاني اقول 8 بقى ان انت تبقى عندك طاقة امتنان طاقة امتنان يعني تشكر ربنا دايما على نعمه ولو سواء الحاجة دي جات او ما جاتش فانت مبسوط لازم يبقى عندك امتنان طاقة امتنان لازم يبقى عندك وقت تقول الحمد لله انا عندي نعم كتير قوي انا شكلي حلو انا لبسي حلو انا عندي صحة عندي ولاد عندي عندي شغل انا شخص بحقه اللي انا عايزه فلازم ان انت تبقى عندك طاقة يعني طاقة امتنان وتشكر ربنا سبحانه وتعالى والتقدير للحاجة اللي انت عايشها كمان طيب ممكن اقول حاجة اضافة من عندي ان انت لازم تتظاهر ان انت نجح لحد ما تبقى ناجح يعني حس بالنجاح حس بالتفوق حتى لو تفوق ونجاح طفيف جدا حس بيه وقدر نفسك واشكر نفسك عليه وامتن عليه تظهر ان انت فعلا وصلت الهدف بتاعك تظهر ان انت فعلا انت عايزة بقى مشهور اتعامل كأنك مشهور اتصرف كأنك مشهور عايزة بقى غني اتعامل وتصرف كأن انت معاك فلوس وكأن انت شخص غني دولة هم خطوات تفعيل القانون الجذب وصل القانون الجذب ده انا عندي استعداد بجد ان انا كل يوم اعمل فيديو عليه واعمل حلقة جديدة عليه مش هزهق انا هفضل وراكو لحد ازهقكو خالص 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 وخليكو تقدروا تأتراكتو تجذبوا كل حاجة في حياتكو طبعا بشكركم يا جماعة بجد على كل الكلام الحلوة والبوزيتف انا بحبوكو جدا جدا وشكرا للدعم بتاعكو وشكرا للكلام اللي بيديني طاقة وشكرا ان انتو بتستحملوا الups and downs اللي بتخصل عندي في القناة او في الانستجرام وبليز يا جماعة عايزة كل الناس اللي عندي على اليوتيوب بيتنقلوا عندي على الانستجرام وعالفيسبوك والعكس عايزة كده يعني شكرا قولولي بقى كل واحد فيكو يقولي هل هو بيعرف يطبق قانون الجذب ولا لأ وايه الحاجة اللي نفسك تجذبها يلا عايزين نشار مع بعض وايه الحاجة اللي فشلت فيها ان انت تجذبها وايه الحاجة اللي نفسك بجد ان انت توصل لها وبتعمل يا لشان توصل لها احكولي القصص بتاعكو في قانون الجذب وايه الخطوات اللي مش بتنجح فيها وايه اكتر حاجة بتضايقك انت مش بتعرف توصل او تعمل قانون الجذب طمام عمر عمل دوشة شكرا بحبكو جدا جدا اشوفكو في فيديو تاني باي باي مع السلام علي وشير كتير لأي حد محتاج يسمع الكلام ده تاني باي باي